موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً فيكم في حلقة جديدة من حلقات نقطة لقاء وزي ما أنتم عارفين هدفنا في هذه الحلقات أنه كيف الرجل والمرأة يحترموا اختلافات بعض وكيف يتعرفوا على هذه الاختلافات ويتعاملوا مع بعض ويقدروا يعيشوا بطريقة إيجابية مع بعض سواء في المنزل أو في بيئة العمل أو أي بيئة تجمعهم اليوم حلقتنا ستكون مميزة هنتكلم على كيف طرق إسعاد الرجل وطرق إسعاد المرأة وزي ما أنتم عارفين المرأة لها طرق كثيرة عشان تسعدها ولكن لازم الرجل يعرف إيش هذه الطرق عن طريق المرأة فلازم أنت يا مرأة تسألي أو تروح تقولي لزوجك أو لابنك إيش الأشياء اللي تسعدك وتريحك لا تخليه هو من تفكيره أو من راسه يبدأ أنه هو يحط نقاط معينة تسعدك ولما يبدأ هو يجتهد أو يبدأ يسعدك تزعلي منها لأنه هي ما هي النقاط اللي أنت حبتها تكون متواجدة أو في التعامل مع بعض طيب فأرجع أقول أن الرجل يروح يسأل المرأة واحد اثنين ثلاثة إيش ممكن يسعدك المرأة الشي اللي يسعدها كثير ولكن فيه أشياء نفسية تسعد المرأة فلما أنا آجي كزوجة أطلب من الرجل أشياء تسعدني تكون في حدود المعقول يعني ما أطلب منه طاقم ذهب مثلا ما أطلب منه مثلا سفرة فبتعطيه مطلبات مكلفة وصعبة أنه هو يسويها فممكن هو ما يعطيك هي ويقول هذه عشان أسعدها سعادتها مشروطة أو حبها لي مشروط فيبدأ يتعى وما يقدر يلبيها اطلب منه الأشياء البسيطة اليومية اللي تريح بالك وتحسي أن أنت كزوجة محترمة أنت كأم محترمة من ابنك أول حاجة عشان نسعد المرأة حاول أن أنت تجيب لها شيء لما تيجي البيت تحاول من فترة وفتلة تجيب لها الأشياء الصغيرة يعني فيه سيدات يحبوا أنه مثلا تخش عليهم بكيكة فيه سيدات يحبوا مثلا أنه تجيب لها وردة فيه سيدات مثلا أنه فيه شيء معين شفته وانت مارر فاكهة معينة تحب أن أنت تتذكرها أنا جبت لك الشيء ده وأنا معدي شفت الفاكهة الفلانية تذكرتها جبلك هي عرفت أنه تحب الكوكيز الفلاني جبت لك وهذه الأشياء الصغيرة تفرق مع المرأة لما تحس أنه زوجها ضمن يومه اللي كان فيه شغل افتكرها بده الشيء بتفرق كثير معها الشيء الثاني اللي يسعد المرأة كمان اللي هي متح مظهرها يعني كيف؟ البنت بالذات بالذات تحب تسمع من والدها كلام المتح ولازم أنت كأب تعطيها كلام المتح في المظهر شكلك اليوم حلو مكياجك اليوم حلو شعرك اليوم جميل طريقة لبسك مرة ممتازة لأنه البنت لو سمعت المتح خارج المنزل هذا غلط فلازم تسمعه داخل المنزل اللي هو من والدها والزوجة نفس الشيء بتمر بأمور حمل ولادة تغير جسمها غصبا عنها شيء مو بيدها فتحب أن تسمع من زوجها أنه لسه حابب شكلها وحابب مظهرها وهذا الشيء يساعد للمرأة أنه لو عندها نفسية معينة بعد الولادة أو بعد أي شيء سوته لجسمها أنه هي تعيش في راحة ونفسية طيبة وإيجابية الشيء الثاني كمان لتحب المرأة اللي هي لما تتأخر يا ابن عن المنزل أو يا زوج حلو وترفع السماعة وتقول له أنا هتأخر عليك أنا ما بطلب هذا الشيء من الرجل أنه يسويه عشان أنه تكون محاصر أو مراقب لا هذا الشيء بيحسس المرأة أنه أنت احترمتها في البيت احترمت انتظارها ليك هذا بيحسسها أنه أنه أنت مقدر أنه فيه بينكم مودة ورحمة بس ارفع السماعة عليها أو بعت لها رسالة على السريع ما علشان هتأخر اليوم لا تقلقي علي أنا مثلا في الطريق وانت يا مرأة كمان اتفهمي الأشياء اللي بيسويها ولا تلومي وتعاتبي على أشياء يبا يسعدك فيها وما جات ضمن توقعاتك بالعكس اشكري على مجهود اللي هو سوى عشان يسعدك لأنه هتلاقيه يعطيك زيادة أكتر وأكتر وأكتر الشيء الأخير اللي هو في سعاد المرأة لما تكون البنت أو الزوجة في مكان وانت معاها مكان فيه ناس سواء كانت عزيمة أو كانت ملتقى أو أي مكان يجمعكم حاول تكون جنبها حاول تهتم فيها تشوف فيها إيش متطلباتها هذا الشيء بيسعد المرأة ويحسسها بالإطمئنان وحسس أنه فيه أحد يحميها وأحد حواليها وإن هذا هو متطلبات المرأة أو طريقة إسعادها نيجي عند الرجل كيف نسعد الرجل؟ أرجع أقول يا إمرأة روح عند زوجك روح عند ابنك ويسأليه الأشياء اللي تريحه والأشياء اللي ما تزعجه عشان تقدري تعطيله هي وإنت نفس الشيء روح أقول لها إيش اللي أنا أحتاجه منك عشان أكون سعيد الشيء اللي يحب الرجل أول شيء يحب أن أنت تكوني سعيدة لما تشوفيه كيف يعني أكون سعيدة لما أشوفه؟ طيب هو دخل البيت يعني لازم أطحك في وشه مثلاً وأسوي فيلم لما يخش لا أنا مو قصدي كده أنا قصدي لما يخش ابنك مثلاً لمدرسة قابليه بابتسامة لما يخش زوجك من العمل قابليه بابتسامة هذه الابتسامة تحسسه أن أنت فرحانك أنت تشوفتيه ما أول ما تشوفي جوازك تتوجه لي الأسئلة ها تبع غدا ها أحط الغدا يجي ابنك يل ابنك مثلاً يلد روح تشطف يلد روح أغسل يدك هذه الأشياء ما تحسس الرجل أنه هو سعيد أو أنت متقبلته في المنزل لا بس أوامر 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 لا حسسيه أنه أنت مبسوطة أنك أنت تشوفي الشيء الثاني في الرجل كمان يحب اللي هو المتح أو عدم ذكر عيوبه أو تقبل عيوبه يعني كيف؟ يعني أنت عارف أنه مثلاً ابنك أول ما يخش البيت أو زوجك لحب فوق التلفزيون هذا الشيء بيضاقك أنت تبغي مثلاً وشيء يقعد معاك يسلم عليك يفسخ ملابسه لا تقبل لي هذا العيب وتركي يسوي اللي يبغى وبعدين يبدأ يقوله لمسلاً بيش راك نتغدى بيش راك تتغير ملابسك هذه هي تسموها تقبل عيوبه دائماً حسسي الرجل أنه هو على صواب أنه كلامه صحيح لا تقلي من شأنه أو من شأن رأيه يعني مسلاً تديكي رأيه في شيء معين تقول لا 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 أنت شذراك أنت ما تعرف الشيء أنت صغير تقولي لابنك أو تقول لدوجك لا لا أنت ما تعرف هذا كله كلام حريم أنت ما لك دعوة فيه هذا بتدي له إحساس أنه أنت كلامك مو صحيح ما أنت داري عن حاجة وهذا بيقلل من جلوس الرجل أو تواجده حواليك لأنه عارفه دائماً أنت دائماً فيه انتقاد لي الرجل يحب كمان أنك تطلبي رأيه كيف يعني أطلب رأيه؟ هتغيري شيء في البيت عندك شيء في المدرسة معين مع الطلاب عندك شيء بتصنعي بيدك قولي له مثلاً إيش رأيك أسوي أي لون خدي رأيه حتى لو ما هتنفذ هذا الرأي حاول أن أنت تأخذ رأي الرجل في هذه المواضيع أنه بيحسسه بكيان وحسه أنه موجود وأنه مهم في حياتك طبعاً قلنا كثير أشياء تسعد الرجل أنا عارف أنه مليان كثير أشياء مختلفة لكل رجل عن رجل آخر بس كيف تكتشفيها؟ إن أنت ترجع تقول للرجل إيش الأشياء اللي تسعدك إيش الأشياء اللي تعرفها وإنت كمان يا رجل اسأل المرأة إيش الأشياء اللي تسعدها هذه كلها يسموها المودة والرحمة بين الرجل والمرأة هذا الأحاسيس كله لما توجيهها للرجل أو توجيهها أنت لزوجتك بتحسسها بالسعادة والإطمئنان وأن هي مهمة في حياتك وأن أنت مهم كمان في حياتك حلقاتنا القادمة بإذن الله نتعرف أكتر على الأشياء الموجودة بين الرجل والمرأة ونعرف كيف نتعامل مع بعض تابعونا في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة